لنا في حلقات سابقة كنا نتكلم على الدعاء وعلى الاستغفار وعلى التسبيح وعلى الأخذ بالأسباب نعم النهاردة اللي رايزين نتكلم على فكرة التحصين ما هي التحصين وإزاي ممكن أحصن نفسي ضد أي شيء بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم بسم الله والحمد لله والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولاه في الحقيقة هذا من الأهمية بمكان وده ختام المرحلة الأولى وهي الوقاية وكذلك المرحلة الثانية وهي العلاج ووجوب الأخذ بالأسباب يأتي بعد ذلك أنه إحنا لا نغفل الجانب الروحي الجانب الروحي ده جانب مهم جدا وإن أنا أحصن نفسي ويبقى عندي قوات حرص حدود قوية تمنع أي عدو يفترسني سواء كان هذا العدو بقى يعني مرض أو بشر أو أيا كان يبقى في قوات حرص حدود هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام يعني كان راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عايز يعلمه لأمة كلها في شخص سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحاف يعني هنا قضي الأمر يعلمنا ما بيقول احفظ الله وده اللي احنا الشاهد فيها عندنا احفظ الله وربنا في حاجة نحن نحفظه لا نحفظ على حدود الله حافظ على فرائد الله حافظ على منهج الله حافظ على الأداب والقيم والمبادئ والأذكار والتحصينات ربنا هيحفظنا الرئيساني احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة شوف سبحان الله اللي كان بيصبح يقعد يذكر ربنا وأذكار صباح وأذكار مساء وأذكار نوم وأذكار خزم النوم وأذكار دخول البيت وأذكار الخروج من البيت وأذكار الطعام قبل وبعد والشراب وقبل وبعد وهكذا لما يجي شدة يقوم ربنا ينجيه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تجد معية الله بقى في وقت الشدة تنقذ هذا الإنسان وتنجي هذا الإنسان وتحفظ هذا الإنسان تنجي الوطن وتحفظ الوطن وتحفظ المجتمعات والبلاد والعباد ليه؟ لأن هنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله تجده تجاهك معاك ربنا مش يسيبك في ليلك في نهارك في سرك في علنيتك جماعة فرادة في كل وقت معي ربنا معاك معك الله عز وجل فالإنسان لا يخشى وبعد يقول له بقى واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصب وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر الله وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر المحنة بتيجي بس لما كان الإنسان على علاقة بالله ومحصن نفسه يقوم المحنة تتبدل إلى منحة يبقى ربنا يجعلها منحة وسبحان الله منحة ومحنة الحروف واحدة لكن شتان ما بين محنة وبين منحة زي ألم وأمل الحروف واحدة لكن رب العالمين يبدل هذا الألم بأمل يبقى لسان يعيش سعيد فيه وأن مع العسر يسر يسرين في محنة وبين منحة ومحنة